السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي حلوين أهلا وسهلا بكم في درس جديد بعنوان قياس الحرارة دايما يا أصدقائي بنسمع عن الأرصاد الجوية ودايما بنشوف خريطة كده ويفضل يقولك أو كاهرة النهاية العظمى مش عارف كام والصغرى كام ويقولك متوقع درجات الحرارة منخفضة أو مرتفعة أو مائل للحرارة أو مائل للبرودة كل دي مصطلحات كنا بنشوفها تعالوا الأول نتعرف على درجات الحرارة المئوية الترمومتر هو ميزان الحرارة علشان قيس الحرارة لازم قيسه بالترمومتر درجة حرارة الإنسان العادي 36 درجة مئوية وده شكل الترمومتر عرفنا شكل الميزان ازاي وبنقيس بي ايه خلاص حالة الجو نسمع كثيرا في التلفزيون ووسائل الإعلام وخصوصا النشرة الجوية فيعرض درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى في عواصم محافظات مصر وبعض العواصم العربية والعالمية طب الأول يا أصدقائي عايزين نتعرف على درجات الحرارة العظمى ودرجات الحرارة الصغرى درجات الحرارة العظمى اللي هي بتبقى دايما تحت الشمس يعني لما يكون فيه الناس وقفة في مكان فيه شمس بتلاقي درجة الحرارة العظمى ليها درجة ليه؟ اللي هي أعلى درجة طب ولو وقفين في الضل أكيد درجة الحرارة بتقل شوية فدايما بيسموها درجة الحرارة الصغرى ساعات كمان برضو منشوف الليل بتلاقي برضو ليها درجات عظمى وصغرى وغالبا ما بتبقى درجة واحدة يعني علشان خاطر بتغيب الشمس في الليل فبتبقى الدرجة مرتفع درجة الحرارة مرتفع تمام؟ طيب حالة الجو بنسمع دايما المزيعة تقول حالة الجو في عواصم محافظات مصر تقولك المدينة القاهرة العظمى 29 الصغرى 19 الأسكندرية 27 والصغرى 21 مطروح العظمى 36 الصغرى 21 أسوان العظمى 27 صغرى 18 أسيود 28 الصغرى 17 ده معناه ان كل دول درجات الحرارة المتوقعة في محافظات مصر كمان نلاحظ انه لما يكون درجة الحرارة 29 بتبقى لطيف ومش حر طب ازاي يعرف انه حر وازاي يعرف انه مش حر طبعا يا اصدقائي لو زادت الحرارة عن التلاتينات بيبقى الجو حر 29 لطيف يعني يبقى كده ايه الجو ها حل لما يبقى 30 بردو كويس 35 يعني انما لما توصل درجة الحرارة 40 هتحس ان الجو مخنوق وفي رتوبة عالية جدا انما 19 هتلاقي الجو كده ايه لطيف فيه نسيم هوا كده جميل مائل للبرودة كده مائل للبرودة بس مش الجو ساقع مش لدرجة يعني اللي انت تجدش جاكت ده بمعنى بسيط يعني ايه درجات الحرارة في العظمة والصغرى شكرا لكم اصدقاء الحلوين وبكده ينتهي درس النهاردة واستنوا للحلقة اللي جاية ودرس جديد ومعلومة جديدة ونفهم لتعلم ببساطة